السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله نتحدث اليوم عن لاعبة جميلة وانيقة انتقلت من حياة الفقر في روسيا الى عالم النجومية وحققت شهرة لم يكن يتوقعها احد نتحدث اليوم عن ماريا شارابوفا لاعبة التنس الروسية التي جاءت الى الحياة في عام 1987 وعندما اصبح عمرها سبعة سنوات فقط انتقلت هي ووالدها وصديقها من حياة الفقر في روسيا الى الولايات المتحدة للالتحاق باكاديمية التنس ثم حققت شهرة لم يكن يتوقعها احد فازت شارابوفا باول بطولة لها من بطولات الجائزة الكبرى في بطولة وينبلد في عام 2004 في سن السابعة عشرة وبعد ذلك بعامين فازت شارابوفا بثمانية القاب في بطولات رابطة اللاعبات المحترفات واصبحت قاب قوسين او ادنى من الوصول الى الرقم واحد على مستوى العالمي وفي عام 2005 صنفت الاولى على العالم في لعبة التنس وفي عام 2020 اعلنت اعتزالها بعدما تلقت العديد من الاصابات وكذلك لاحقتها فضيحة تعاطي للمنشطات تعمل شارابوفا حاليا في عالم التصميم والموضة وهي تقول انها سعيدة جدا في حياتها حيث تحافظ على رشاقتها الجسدية والعقلية من خلال القيام بالتمارين الرياضية يوميا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة